اشتركوا في القناة 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 تبعاً السوشال ميديا انتحر. أنه بس تسمعي هيك خبلية بتقول أنه في شي غلط عب بيصير. إنه تكون هي كان إلا كما تتحدث و أخذوها غير محل. مزبوط. أنا الأنمي مش السوشال ميديا ولا الإنفلونسر. هي كيف العالم بيأخذوا الأساس وبيحطوها. يعني نحنا حولنا هالبلاتفورم أو فينا نحاوله وفينا لا. حولنا لشي فيه يكون سلبي. واليوم عنا شباب يمكن مثل ما ذكرت الحادث اللي أنت سمعت فيها قتلوا حالهم لأنه ما قدروا أنه يتماشوا مع متطلبات الإنستاغرام تحديدا. هلأ نحنا رح نشوف مقطع كتير أسير. هو تقريباً كم ديئة؟ ثلاث دقائي. رح نشوف مقطع كتير أسير من هالشورت موفي. ساعدني أسير من المراشي. تجد المراشي. لا تنسي. المرة المسانية تبين على المراشي. أحب أن أتحرك. لا تكون دوي الأصوار لأن تلتلتل أسماحي تنجي. سنفرارك تنجي. أودعني أسألك عن الإسم. السنفراري. ليه إيديال؟ أنا فقلت أنه إنستغرام و سنابشات وكل هول كتير أنه يفرجوا هالإيديال صورة المثالية إيه وبيفرجوا نص العالم يشوه أن نحن في مكان إيديال وإنها فاميلي وصمترها ليس صحيح ليس صحيح لأيضاً ليس صحيح صراحة الفكرة كتير حلوة الموضوع اللي عم بتدوي عليه هو موضوع كتير أساسي وحساس وأنا شخصياً بكون مبسوطة أنه حداً بي عمريك نقى هيك موضوع اللي يحكي عنه موضوع هالقد عم بيأثر بالمجتمع وهالقد حقيقي وهالقد معك حق بأنه هالصورة المثالية اللي بتنقلنا إيها هالبلاتفورم أو كل السوشيال ميديا بلاتفورم هي منا صورة مضبوطة لأنه محداً بالنهاية حياته مثالية ولكن بجربة ينقلوا الصورة المثالية عن حياتهن هون الشباب يمكن الأوقات بيتأثر وبيفكر إذا حياتي مش هيك يعني حياتي منا مضبوطة هل كان سهل إنجاز هالشورت موفي؟ يعني أنا بعرف أنت بعدك تلميذة اليوم منو موجود حواليكم هالطولز يمكن اللي بتسمح لكم تعملوا هالشورت موفي خبريني كيف عملتك؟ أكيد ما كان سهل بس يكون عندي كرو لأنه كانوا كتير جميعاً والجامعة ساعدتني إنها أعطتني ومن وراه أنا عرفت عن الكمبيتشن وأكيد الكمبيتشن منتر أريبيا هنه المؤسسة خبريني أكثر عن هالكمبيتشن يعني اليوم أنت معنا لأنه الفيلم نيل جيزة مين العامل الكمبيتشن وكيف تشارك فيها؟ منتر أريبيا هي مؤسسة غير حكومية يعني وهي هي ما بتعمل شورت فيلمز وهي مؤسسة لتوعية الجيل الجديد عن كشي سلوكيات سيئة وقرروا أنه يعملوا هالكمبيتشن للجيل الجديد وأنه تطلع من الجيل الجديد ليواعوا بعض الزباتيك وكان في مراحل طب تونتي ثم طب تن ومن الطب تن كان فيه يعني أنه العالم عم بشاركو كمانا وبعدين في فايف وينرز وهنا الخمسة بيربحوا بيسافروا عجوردن غمان وهوني كيصارت وهناك عرفت أنه الثالثة أنت كنت بالمتابة الثالثة هل كان فيه لبنانية غيرك بالكومبيتشن؟ يعني أنا بعرف من الطب تونتي كان فيه أتنين يعني غيري بدنا نقولك مبروك على هالجيزة وأنا برجع بقولك مرة جديدة الرسالة اللي عم تواصليها من هالفيلم ريه رسالة كتير حلوة وعلى أمل أنه الشباب يلي من عمريك والأكبر حتى لأنه هالمشكل اللي منا معضلة اللي بس للشباب أو للولد هي دار بالمجتمع كله يستعملوا هالبلاتفورم بطريقة إيجيبية ونحول مثل ما قلت من شيء ناجاتف بركي لشيء بوزيتف جايحة لا أنا كتير مبسط بوجودك معنا بس تفلك للمشاريع رح تقومي فيهم بالمستقبل أنا وياك رح نكفي فقرة سينما ومتل ما حكينا قبل نحنا كل أسبوع بفقرة سينما نشارك المشاهدين ببعض الأفلام اللي عم بتم عرضها بالصلاة رح يكون معنا اليوم هالموفيز كمان هل بتحبي أكيد أكيد بس هلأ الأفلام نجديد ايه مهلا اكتشلي ريليس كين نهار الخميس رح نبلش مع أول موفي معنا لليوم وهو موفي جونجل اتسا دراما وكمانا بايوغريفي بيحكي عن مجموعة من الشباب يلي يحبوا أن يقوموا بأدفنتشر ويروحوا يكتشفوا شوي من الأمازون بيتعرفوا على غايد وخلال الرحلة بيكتشفوا قديش هالجورني هي صعبة بيخسروا بعض أعضاء الكرو ولكن الرحلة بتستمر الإخراج لغريك ماكينين أما الأبطال فهن دانيل رادكليف محبي هاري بوتر لكم موعد مع الممثل بيهالموفي بالإضافة طبعاً لآليكس ترسل وتوماس كريتشمان نحن رح نشوف بعض المشاهد سوا بالتريلر والناس يأتي لتساعدك ما يجب عليك إدارية فيه بيوغرافي، فيه دراما وفيه أكشن. أكيد. أنا كتب أحب. أ特別 إذا بيحامسك تعرفي شو إذا... عنجد شو صار بالحقيقة. هاليوم الشباب اللبناني يعني عم بيصير في عنا موفيز عم تنعمل محليا. هل كتلميز جماعات عم بصير لكم تشاركوا لو بستاج أو هيك؟ أو صعب اليوم أنه نقدر نجمع بين الشغل الفعلي اللي عم بيصير عالأرض بلبنان والتلميز يقدروا يعملوا استاج فيهم؟ بالنسبة لقلي صعب. أ特別 أن الأفلام فيهم بودجت ويلي عم بيناعرضوا بالسينما. يمكن لأنه بدون مستخدم. وكمان المثال أنه مثلاً ما في حدا يموّل العالم يعملوا أفلام أكتر. يجربوا قدما فيهم أنه يحسروا حالهم بعالم بيعرفوهم، بعالم أنه فيهم يعملوا. لذلك الوضع زمننا كأننا عم نعطيها للكل. نعم، مضبوط. على أمل هالوضع يتحسن نحنا رح نكفل جولة وثاني موفي معنا. موفي كمان عاكتر حلو اسمه The Commuter. Crime, drama وميستري. الإخراج لجوم كالت سرى أما الأبطال فهن ليام نيسن من أفضل ممثلين عندي. فرع فرميغا وسامنيل. فيلم بيحكي عن مايكل يلي هو سيلزمان. عم بيقوم بيأدئه ليام نيسن. كل يوم بيروح أشغله بهالترين ولكن نهار من الأيام تتحول هالرحلة من رحلة عادية لرحلة فيها حياة أو موت. بيلاقي حاله عم بيشارك بلعبة غير اعتيادية. وكأن نوع من البوزل يجب يحلها لا يقدر يخلص نفسه هو وعدد كبير من الأشخاص يلي موجودين على الترين. إنه ممتع جميل. أما نحن فرح نشوف الترينر سوا. ترجمة نفسك نفسك. ترجمة نفسك. بيقاف نفسك. أحبك. أولاً إنها أولاً في المنطقة المتحدة ما هو أنت؟ كل يوم، للمنزل 10 سنة 10 سنة؟ لذلك يجب أن تكون جميعاً في هذا المنطقة مرحباً، هل نحدث؟ لا، أنا جوانا ميجل أنا أقل حيضاً محاولة أجل أنني أجل أن تحصل على أولاً بسيئة ما هذا؟ ما كنت جواناً؟ ترجمة نفسي ترجمة نفسي ما إذا أردت أن تفعل شيئاً تفعل أن تفعل أخذ الوصول على هذا المطلوب لا تفهم أحد تخلص على هذا المطلوب لا تفعله فقط تفعله في المنزل هناك تستطيع المال إنه تحييراً إذا تفعل هذا فقط أعتقد أن هذا هو حيثي لا تستطيع أن تخلق الناس لتخلق. ما شخصكك؟ لا أستطيع فعل هذا. إنها تستطيع أن أصدقني. لا أحد تساعدك أن تخلق هذا المال. ماذا تريد مني؟ إنه فقط شيئاً. إذاً لا محبين الأكشن والي منيسة تحديداً هنا الموفي لكم. جوي عبيلة تابع شوي معك موضوع الستاج أو كيف اليوم شاباب اللبناني يلي عم يدرس المهنة اللي عم تدرسيها. بيقدر أنه يبلش شوي يطبق قبل ما تصلوا على دريل لايف من بعد ما تتخرجوا. اليوم إذا هل قد صعب نقدر نعمل ستاج إن كان مع موفيز أو مسلسلات. أو ما بعرف أي طريقة أو وسيلة لتقدروا تعملوا براتيك على اللي عم تدرسوا بالجامعات. شو الطرق لتعملوا هالبراكتس أو كيف فيكم توصلوا شغلكون اليوم للعالم. لتقدروا من بعد التخرج تكفوا بمهنتكم؟ غير أنه يطلعوا على السينيرز وأفلام أصحابهم. في كمانا السوشال ميديا. هون فينا ناخده بطريقة جابية. إنه لا تنعرف تحتي شغلك على السوشال ميديا فيماي وإنستغرام. وبفتكر إنه العالم بيشوفه بيقوله آه إذا هيدا شغله. شغله حلو. فينا نجرب معه. إنه مستوى. جاي هلاء بدك تشكر وجودك معنا. شكرا. موعدنا بتجدد الأسبوع المقبل. أما أنا فرح أتمنى لكم. شكرا. 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 شكرا.